اللي غادي نشارككم من أحداث فهذه الحكاية ليس للتباهي حتش حتش حاجة ما فيها حلال وقبلها شريعة الله وما أتى به رسول الله ولكن بغيت نشاركها باش أننا نستفضم أخطاء صاحبات الحكاية واللي ما كانوا وش خاصهم أصلا يكونوا حتش يا سادة يا كيرام بعد مرات إذا فتحنا باب واحد الخطأ وسمحنا ليه باش أنه يتكرر غادي نجرنا الطريق دي الأخطاء متعددة وحدة أخرى وغادي يزينهم لنا في عيوننا ونخضروا ما نفقوش بهم أو لننفقوا بالخطور أنت عشنوك نديروا تكيدوا سنوات أو لنقدروا قاعدوا نضيعوا في حياتنا حتفديننا بس مشوفين نقوم معي في حكاية الليلة أنا رانيا دوز طفولة اللي هي عادية جدا كنا بنا ب عدية الخط في الدار وأنا هي الكبيرة كنت القرم زيان وكنجيما بالأوائل عيشة وسط والدية والحمد لله ما نقصنا حتى شي خير والدينا اللي كانوا مقاتلين باش أنهم يوفروا لنا تقريبا أي حاجة بغينها حكيتي غادي تبدأ في الفين وسبعة عاملوا الفلافاك باقي كان عقل على نهار الجمعة كان جاتني طلب صداقة في الفيسبوك سلام معك فلان عندي خمسة وثلاثين سنة واستاذ من البلاصة الفلانية وانتي أنا دخلت قبلته وبدينا كاندويو قلت لي اسميتي وفين تنسكن قل لي واش نتلقى معك هادلاشية قلت لي لا ما نقدرش فبقنا ندومه قد نتع شهر وكل مرة تقول لي انتلقى وانا كنت أعطي شي سبا لا كنت قادرة ان نخرج نتلقى بي لانا وبساطة خفت واحد النهار دولي قال لي ضروري خاصني نتلقى بك هادلاشية رشح له انا غير تنادر وخاصني نشوفك أنا وجاء الوقت واخر ما مشي مشكلة ما فيها بس نمشي نشوفه ونرجع في حالي ما كان نحتاج شي حاجة ما يوقع وارونه خرج ومشيت عنده في واحد البلاصة قريبة لنا قلت لها خير سوف نرجع للدار وانا رجعك يا صوني لي التليفون قال له فينك من قبل اين كانت سنك وكانت لك وتليفون كثافي لاراهاك كنت انا في الخدمة وطفت التليفون وانا ارى اني جاي فين كدابة انا في البلاصة الفلانية لا غير بقي انا جاي نشوفك ونمشي جاي عندي بتطو موبيل وزربالية انا كان عند بني بلي انني سوف نشوفه ونمشي في حالي حيث قلت الماما ذك الساعة سوف نخرج مع الساعة ونأخذ غير واحد البوليكوب من عنده واحد ساحبته ونرجع للدار هو قال يرى واحد جارنا من المورايا وانا سوف يشوفني وانا مثلا مبغيش من ندمي بقي يشوف فيها طلعي طلعي بالزربة طلعت وقلست معاه قال لي يالله نمشو لش بلاصة نجمعوه فيها ونتعرف عليك اكثر عن قرب واخا ماشي مشكل غير هو من بعدوش وانا سوف يخرج على المدينة فين غادي غير 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 مقام طول وانا سوف نجيب الدار ونرجع للدار لا لا غير رجع واذا خفتي؟ صراحة انا فشتو خارج فعلا انتخلعت حيث اول مرة سوف نزهم انا نركب مع اشي واحد لم تنعرفوش قال لي واذا خفتي مني؟ لا رخصني ان نرجع للدار حيث درس مع ماما ستنكون عندها وما بخيت نتعطل باش انا وما نجبت شي مشكل بدأت يضحك احداثكم اقتصلي وقللاح Mark,言 ليس أنه نرجعك لم تنعرف بالدار وبرد قليل واحقا أدعي قلت لكبر قرانب قليلا يريك وكان رسمع حظ كماتصلي اللغير وقّد لي لي قلت له واتساب وصديت الفيسبوك وطفلت تليفوني واحد يومين دلت الأيام قلت مجد التليفون الذي يدوي معي بدأت نقص معه لذرا اليوم غدا اليوم غدا قلت سوف يملك وضعه رأسه ويعطني تساعه نهار على نهار مرة كنت أتلقى به وكل مرة بدوري كنت أعطي عذر تل واحد النهار واحد المرة جاء وقف علي من تحت الدار تضعه لقبله وسن القبل تبقى لقد خرجت لمسا مخافصة ادعى فرما المدينة سوف اعدك فرما دردت ورما أتعود لا تعلمينه لفرسة كان كانت معاه كان عندي أنت تبقى ويحيث وياحبس العلاقاء المهم بقيت مرة قد خاصتي معاه وانا اصلا معاه مني شعور مدينة ادعى بنية الجزود لن يترون مرات اللي فيهم كليناء في القهوة و ترجع من الدار فهو صراحة ما كان شعطني معلومات عليه من غير اسميته و عمره فانسول وانسول خدام تقولي عن ما سأعرفه انا بقد كنت كنت ادخل فيسبوك و كانت من المراه تل واحد من نهار قدر اتصورت و جيم و غديت طلع لعندي خيتي قال لي هذا الاستاد يالي فين كنت تعرفه و ايلي على استاد هذا اه استاد يالسبر و اكيه قررني كنت مره مره كنت 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 ادخل من هذه المعلومات بلامة عقبية ديس خمس شهور في اخر العام كان عندي امتحانات و انا خارجة بغيت نتلقى بصحابي باش انا نوجدهم بجموعين هو قد يعيط لي رانيا اهلو فينك في الملاصة الفلانية عافك اجي عندي للدار اخير نشوفك رانيا غير ببوحدي ما غير نحط لك للا فلان رانيا ديلا مع الناس للا بالزربة والله الاغير دقيقة و سيري في حالك لماذا قبلت المهم يطلب مني ان يبقى معه في المكالمة و قتلنا على الملاصة حتى وصلت و سلمت عليه و قلت له يالله انا سوف يمشي في حالي للا يجب ان يتلقى معي الدار يشوفها كيف دايره و شربي بغير شكاس ديلا و ديك الساعة سيري في حالك طلعت و بدك يوريني ها الصالون ها بيتجن عاس و ديك الدار بحيلة فيها شي امرأة لانه لا يمكن شهادك تكون الدار جل شي زوفري او شي واحد بوحده لانه صراحة كانت متولة و الكوزينة فيها التفاصيل ديال العيالات فكنت باقي كان عقل انه كان الماريوم حلول و كان يبانو في الحويج ديال المرأة مع الحويج مع علقين و الشي شبكة ديال الصابون قلت لي وش متأكد هادي دارك حيش بحيلة ساكنا معاك شي مراجب لي الله اها اها اعراء ها كينا معايا ختم و انساني اللي مره معايا مره كاتمشي عند الوالدين و عالش يبدك يتقرب مني شو كدير؟ دفعتو شدني و ارماني فوق الناموسي و تتقرب مني انا كنحاول انا ينبعدو هو كبير اللي في الحجم حسيت بيه انا و تتقرب مني و هو ينوض قال يا صفي صفي هكي عشرين درام و سيري في حالك هكي عشرين درام و شو بغيتها كي تضي تاكسي كي لا تتعطي انا كلي كانت راعد و لم يقدر ان تتحرك تاني قول ممتي ماذا قدرت اشداني له لانه تم شبه اختصابي تخليعت و لم اعرف ماذا سي ندير خروج و بديت كامبكي شدي تاكسي و امشي تلافق لس مع البنات و انا مرفوعة من بعد رجعت للدار داك النهار ما نعزش الليل كامل بيت كنت تفرج في الفيديوهات و ماذا سي ندير و ماذا ننشي عن الطبيب صباح الصباح عيتت عليه و قلت له ماذا تتعطي قلت لي لا تخاف ايش لا تتقرب منك وهنا قلت انا اللي تابعه كان ندير معك كل نهار وهو مرة يجاوبني مرة لا قلت له واحد نهار عيت لي مع التعود ديالليل و قلت لي كيف تخرجي اراني بغيت ندير معك شي مهم و اخوة دا نشوف كيفه خرج لقيته تعرض لي و مشيت معه قلت له صراحة اراني مزوج و عندي زوج ديال البنات و عندي مشاكل مع امرتي و ادت لي البنات و مشات و خلاتني بوحدي و هادي و هادي و هادي و انا راني شفتك انتي و عجبتيني و بقيت اخر بقى عليها انا بقيت مصدومة و غيرت نشوف فيه اشنو مزوج و كيف تضحك معايا قلت له الله ما تنضحك و رانيت صورة ديالبنته و بقيت مصدومة في بلاستي خيرت نشوف قلت له كيف اشهد الشي انت مزوج و كتدوي معايا قلت له كيف اشهد الشيء اشهد الشيء اشهد الشيء قلت له الله حتى كان بغيك و اسمحي لي و انا راه فعلا بغيت نتواج بك قلت له وصلني في حالي دابة ماشينا كننا قلسين في واحد استاسون خارج المدينة و احنا راجعين ندخل من واحد البيستة فيها غير تراب و شجر فين غادي؟ لا غادي غا نختصر طريق بقى غادي وقف الطريق و غادي قلت له نزلي و قلت له نزلي و قلت له نزلي و قلت له نخلي والديك هنا يجو الكلاب حيث انت بغيت تشوه هيني و الناس مل فينكي احترموني و انت غير بروشة بغيت تشوه هيني و تخسري صورة دي و سومتي قلت له صافحة فك غير رجعني ما تبغيت منك تشي حاجة شدني و رماني في الكوفر تعدع لي بالمحنة الحرفية و انا غير سامكي و تنغوط ولكن انا مكينش اللي عتقك في ديك الخلاق و قلت له مرحلة كنت تذكرها داباش حال كانت صعيبة و كنت ضرر في الخاطر تعدع لي و هزني و جرني اللور و قلت له نزلي و قلت له لانه كان براج بوليس هنا تحضر سوكام بكوه و لم يسوق لي و قلت له نزلي و قاسما بالله و لم يقلت له نزلي و قلت له عرقانة و باردة دخلت نيشان و مشيت المرحاض و قلت لانه كانت تضب و قلت لعدر و قلت له نزلي و قلت له مرحلة شو سابقك و تقلت افضل و قلت له نزلي و لن نعود في الوقت لا نستطيع النار و قلت له نزلي و سأتقل و لكن انا لعلم زيناقي و لدي اصحابات و تتاقين بي و اذا خرجت و لم يتاقين بي حتى انا صراحة ما كنت ادري شي حاجة حتى اتلقيت بات خينا وصلت الليلة الثانية وكل كنت رعاد وخايفة لقد لتنسوني عليها تلقاه مبلوكيني قلت لأختي ذاك الأستاذ اللي قلت لي لي واش ما عارفه كنيته قلت لي يا واقي لفلان قلت لي وصافي على الاقل عارفه اسميه وكنيه وفي نساكن قلت في حلقك يومين غير سدالي وتمكي ومثل ناكرش وذلك المتحانات ممشيت لهم نهار الرابع بقى كان عقل كنت قلت في القرآن وتمكي يا جيت وقف علي يا ماما مالك للا ارغير تخشعت مع القرآن يا الله نوضي راكي ما تتغديشيش قدرت ليك المسمن مع القوتلتي حجبك للأسف مشيت وما قدرش ناكل شديت كاس وضغمان ما قدرش نسرتها ولحتها وانا نرجع لبيتي ماما قلت واقع لغير الدورة الشهرية اللي دير لي بحلاكة بقيت بحلاكك ماكملش اسبوع وفي الصباح انت واحد الصباح ماما عيضت لي قلت لها وانا ذاك كنت توجد الفطور مالك شعرتك ماشيح تلعي وما عجبني بحيلة عندك شئ حارة حساتي بي انا ذاكي وزدوك الامات ما كان نعش وما تنشوفوش وغير تمكي وخير تمكي وخير تمكي ما عارس ما سوف ندير وهو صافي بلوكاني وصدع لي التليفون وما بقيت شعر فعالية تسال شي حاجة هنا ماما قدرت انتق وقال لي ياك ما تتعدى لك شئ حدراني غير هي قلتها انا بقيت كمكي وطحت في الارض بقى عقلي على ذاك المنظر قلت لي يامي ماشي شنو هاد الشي جرتني وبقى كان عقل اخوتي بغوا يفطروا ويد قوليهم نزلوا وخرجتني للسطح وصدات علينا قلت لي يا شنو دار ليك وكيفاش وقع وشكون عودت لها كل شي قلت لي عارفة دارو ايه غادي تمضي الدابة تلبسي حوايجك مشينا وانا في الطريق تنصوني عليه حيش كان بلوكاني في الواتساب تنصوني في النمر العادية لا يجاوبش ترقي كلها كان صوني مرة يقطع مرة يصوني حتى يقطع الرسوم وصلنا لدارو وطموبيلتو كان تقدم باب الدار عرفنا بالليحنا فبدأت يصوني عليها قلتها الماما اجاوبت وقالي الله يرحمنيكم الوالدين لما حيدوا لي غير مقدم الدار لا تروني مع الجيران انا خارج لعندكم داب انتبعكم غير حيدوا جريت مموضرنا مع الشريح وهو تبعنا من اللور ووقفنا ماما بدأت شو هادشي ما نقات عليه الله يرحمني كل الوالدين نخلتي ارى نسان بغيها وتنديل لهم فعليها قلت له ماما شوف دير معي شي حل ارى ما يمكنش تخلي لي ابنتي بحلاكة يا اما تزوجها وطلقها اللي كان المهم دير شي حاجة وضب الراسك قال لي ارى نرى نمزوج وعندي ابنتك وهنا غادي يقول لنا العمر الحقيقي وهو 42 سنة ومعاوه استاد جيل السبور ما كانش بينا فيه هادك العمر بدأت يقول لنا شي حواج لي ما عرفنا واش كذوب ولا بالصح والله اعلم قال لي اعطني سيمانة نقولها لمرتي لي هزا اصلا حويجها وغضبانا وديك ساعة نجيل عندكم الدار قال لي همو ما بنتي ما غاديش نخليها معاك غير تزوجها وطلقها الله يعاونه ويعاونك داز داك النهار وبدأ يقول لي انا ما مساليش عندي امتحاناتي عندي الحراسة ديال الباك وعندي وهذه 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 ونرى اني مسافر تنمر العيد الكبير وبقي يجرب فينا شهرين حتى ثلاثة كل مرة عيت لنا انا غادي ندير انا غادي نقول لا بنتي مريضة تل واحد نهار قلت له ماما انا غادي نفرق على هذا الرمانة ونشوهك ولا غادي تنوض جي ندوي ودابا قال له تدوز غير يومين حيش انا ما كينش هنا فعلا بعد يومين عيت لنا وخرجنا من الدار تلاقينا واقف فراس الشريح علما انه دير معانا بلاسة وحد اخرى ورئت الماما مشينا لعنده وقال الماما يلا شي بلاسة مستورة قلت له ماما اخر هادرة عندك ايه صافي سير بغيت الفلوس للا الحاجة او لا اي حاجة نعطيها لك واما نزوجها مستحيل ماما قلت له كل موحدة حسبي الله نعمل وكي كيف تعدتي لي على بنتي سيجي بلك اللي تعدلك على بنتك وذلك الساعة ستشوف الايهانات اللي انا تنحس بهم وسير الله يعرضك السلامة شدتني مني وشدينتك ورجعنا انا تمكي ويا كاتبكي ديك الساعة كنا في الصالة وجاءت خطي سولاتنا مالكم حيث ديك تلت شهور اللي كانت يجرجر فينا كنا كنا نبقى وخارجين من الصباح ماما اذا كانت داتني دارت ليا شهادة مشينا عند محاميين تنسولوا مشينا عند العدولات ما خلينا على حلول اللي قلبنا على اليوم واختي هي اللي كانت تكلف بالطار وتدير لغداو ذاك شي بقى كان عقل مشينا على المحكامة قلتنا واحد سيدة ما من بعد ما عودنا لها ورينها الشهادة قلت لي سيرها بنتي قرأي وعيشي حياتك وخلي عليك هاد الشي اذا كان هو مزوج وعنده حياته ما تبقى يشتبعها قلت دخلي لهذا الشي دين المحكامة وعمرك ما غادي تسالي وتقدره قاعد تزوجه ويكرفسك وتقدره قاعد ما تقدريش على هاد الشي زيدي عليها الشوها من الأحسن سيرها قرأي ويعيشي حياتك ونسي عليك هات الصفحة ارجعنا وذيك الهضراء قنعتني وفشل نفكر معه راسي تلقى بلي انا وذك هو الحل ارجعنا للدار حما بقى اندي ماندير لكن ماما تقول لي غادي نقتله جراتني ماشي نادرنا بشيكاية عند كاتب عمومي فاش ماشينا المحكامة مع الزوج تاكست لنا الأمور ورجعنا وقناعت ماما انا ناس المو وصافي اختي كتجي كتسولنا معلكم كيفاش كل مرة كتخرجو واش عندكم شغل عودت لها ماما مسكينك كل شي تحت تكسبك وكتعنق فيها وانا بحيل امرضت نفسي ان انا ذاك وما بقيتش قدن دوي مع شي حد وغير سدع لي وقلسوا مثلا كل موالوا وكانوا يجيوا ويقلسوا معي صراحة ما موقفت معي بزاف واختي حتى هي وتفهموني وماغوتات شغلية ماما ما ضربتنيش بالعكس خرجتني من ذاك الدوامة اللي دخلت لها ماما قطعتني شعري وشريت حوي جداد وقلت لي صفي نسايا الماضي ومسايدك شليد ازعليك وعيشي حياتك واحد اللي حسيت براسي بالخنقا فاش تفكر ذاك شو حسيت براسي بلي انا انا غادين موت وليت كلي متلجة وكانت رهد كان شوفي اختي ناعسة وانت نعاد الشيطان ومشيت صليت وقررت شعري القرآن ولكن غتنا نرجع لبلصي كانت شدنا ذاك الخنقا والبادة وكان حسس انه روحي غادي تخرج بقيت بحلاكك تال الصباح غير بنت لي الشمس لبسح وجاتي وخرجت ماشيت اصنات علي ماما ورجعت وعوت لها شنو كين وياد قولي اديها في طريق ربي وصلي كل شي غادي يفوت وربي ما غاديش يضيعك بقنا بحلاكك حسا طونا الصفحة ونسينا من بعد سمعت علي بانه عمر الحركة وما بقاش خدام في نفس الدينة وغرب انا صافي خليت وطويت صفحة ونسيت بديت كانت اقلم مع الحياة وحبست القرية وقلس في الدار قلت لي ماما سيريقل بيشو فيش نو وما تبقيش غلق سيك اصفك كري واحد سيدة كانت تخدامة في فارماسيكا انا عرفوها مشيت لي عندها وقلت لي هاش ندوز عندك استاج قلت لي حياتي العادية وهذه المشكلة قربتني مع ماما كثيرا بالخارجة شهر واحد سوف نقاد السيفي ونخرج ونقلب على شيء خدامي هنا كانت عندنا الدار الكرة في التحت التي كانت تخوها من قبل سيدة ماما طلبت من السمسار انه يشوف لها شيء يكري لها من عندها الدار التحت نهارا وماما كنا خارجين كيف ندفع السيفيات حتى يصنع لي السمسار ويقول لي ماماك ايه؟ سيدة يريد أن يرى الدار وماذا محلولة؟ قلت لي هاش ندوز لك ماما نزلت ماما ودخلوا الدار ورأتها عجباتهم واتفاهمت معهم على الكرة ماما صنعت عليها يالله نزلي ارانيا غير خرجت جاءت عيني في عيني ذاكري بغير يكري الدار وبتاسمت وجاءتني واحد اللحظة قلت في بالي ياه كون غير هاد خينا هو اللي قبل علي وتزوجني خدت من عنده ماما العربون ومشاو لم يكن هذا قلت لي قلت لي تريني وانا صنتدر وضع يوجده وقتجي لمدة شهرين شهرين وستفدهم التحنية ونقل خرجهم وانا صنعت لك فأنت اصدرت كنصورتك حيث ان انا لم يكن أدي التلفون كان خسر قلت لي ولا تصنع لك وانا اقدر اضر ورأيت طرار ويضا من الاساوي ويضا مع 8 يار الصباح قلت لها اخها ، صافي وعليه فعلا ان ذاك النهار بدأت معها وقلت لها بغير من 8 حتى 12 وصير رتاحي وقل لها الساعة مرة ذا ستالتي يام صنا على يداك الدري وجاوبته قال لي أنها هو السيد الذي يُقرأ لكم الدار ووش عندكم السهر ويستطيعها إنه ولكن ما ماده ما كيناش وقليت وكثيرا ودأت أخذتها ويضاك الساعة للساعة ايليك لك أنت تأخذها صافي وخا ما تنسى الشعيطي اهلية اذا جاءت عفك غير قطع دخلت الواتساب وشفت البروفايل بغيت وتمنيت متوج به جاءت ماما وضعت معاه ودرت معاه واحد الوقت باش انه يأخذ ساروت بالمسيقة تالي قال لي ها بلا متعد باخلت يا راسك انا وصحبي ونسيقها ماشي مشكي انا قلت الماما غير يلا نسيقها اليوم اراهم ما غاداش يحارفون ينقب الشراج مدوك تفاصيل فعلا نزلنا وتعاوننا حتى جاءوا وقفوا علينا لقاونا تنغسلوا باب الطالب في الصنقاء سلموا على ماما وقالوا لها عنش كتا عدو ريوسكم قلت لي وصراحة انا ولدي كنت انا ويانا ننكب غير الماء ولكن بنت رانيا هي اللي حكات كل شي شكرنا وطلعتنا وخليت ماما معهم من بعد وسبوع لقيت دير في ستوري ديا الواتساب بللي وفي المطار السافر فشفني شفت لي ذلك ستوري صفت لي السلام لا بس قلت لي صافرتي اهيوا وبقيت اشتاكنا عندنا قال لي لا ادري لي معي يبقى يجي مرة مرة وانا استاج يالي لي عندي مع الطباب الفلاني سفطه للمنطقة الفلانية والله يسر لغد لي صفت لي يصبح الخير المهم كانت لغد راق قليلة وانا كنت كان فرح فاش كان كيدوي معي كانت عنده 20 سنة وانا 21 سنة قال لي بغيت نقول لك شي حاجة شنو؟ صراحة انما كانش عندي استاج لاوالو غرجت مع صاحبي بغي يكري وهو عنده محل تمام وانا سنكري معاه قلت لي هي كدبته على ماما قال لي اه حتى اذا قلت لي هكذا لا سنبقى تكريلين وانا انت شنو كدبه بالطب؟ ها هي خدمتي وكان خدم فضل اللصة وها اصلي منين سكت وابقنا بحركة تنظر واحد شهرين حتى يقول لي يابلي انا جاي شو سنجيب لك من هنا لاوالو اذا جيت نطلقه واخي ان شاء الله جاء وطلقنا نهار عيد ميلادي وكنت خرج معه وحده من الخدمة خرج معه ومشيت البطار حتى الستة تغذينا مجموعين واخذ لي حليوة المهم كانت تتعامل معي مزيان غادي يقول لي بلي انا وراكيكة تجبينا رانية واشو تبقى تبقى معي من ثم بدأت العلاقات ديانا قلنا بحلاكك وزعمنا على بضيتنا وكانت تتعامل معي باحترام قريفي كنا كانت نقشو هاشي حاجة كنا كان دويه يوميا وفي اي وقته بسواه وما كانش كنحس بلي انا وبيدالية وكنت مرتاحة معه دوزنا عامها بضيتنا تلوحد النهار جاء في عيد كبير لدارهم انا تلقيت به وما عارش شنو قال لي قلت ليه ضروري نعود لك شي حاجة اعود لك شي الوقع ليه كامل في الماضي دياني هو التضم بقتيبك وانا تنبكي وعلى شننتك كاتبك ما عارش شنو هاشي نقول ليك ما تقول والو انا راني فهمت ومن حقك اناك ما تكملش معي ولكن انا راني سبرس على هاشي كامل عام وانا مخبيها ليك عند بالي انا وغادي يمشي في حاله تفارقنا كل واحد مشال بطار وحيتش كانت يسكن في النواحي انت عم دينا فين كنت تنسكن تصنع ليه ذاك النهار متنجاوبوش لاغدلي كذلك بقيت ربعية متنجاوبوش لا على رسائل ولا حتى على المكالمات غايقولي هاني جاي لداركم بغيت نشوفكو ضروري خرجت وتلقيت به ما سواليش على الماضي ديالي وقالي اوش بغادي تكملي معي واش كاتبغيني اه حتى انا وبغيتك تنسي كل شي وما تديريش فرسك اللي وقع لانه ورا وقع والجوهر ديالك ديرين بقينا بحلاكك مستمرين في العلاقة كانت يقلس 4 شهور وكيجي شهر وكانت لقاو فيه كان ديما مصبقني قبل دارهم كنت مولفة وكان بغيه تنعود ليه اي حاجة ارتحيت معاه كان هو مره مراتي صفتليات 300 500 درام 400 درام زع ما اذا بغيت نشري شي حاجة خفيفة مع العلم انني بدارنا وخيرنا وما محتجش لي صفتليات ولكن كانت يعطاني من بعد ما دوزنا عمنا اللوول ديالعلاقة وكانت جاعد ميلادي وقالت انتظار لي العام الثاني والتي يجيك يكريب البارتما وكامشي ندوز معا نصنهار وبعد مراتك نهار كامل وفي داندر سوف ندير سبابستاش بخينا بحلاكك سير بدك يحاول انه يدير معايا علاقة بدك يقولي انا تم بغيك وانتزوجه والله العظيم وانا قبل ما نعرف هذا الشي اللي وقع عليك امرني ما تجرأت عليك وده بقى انا بغيتك قبلت ولينا بحاجة زوج مزوجين وقت ما جاء كونجي تايخد ببارتما وكانت محيه عنده وقعد المرات كنت كان بات معاه ماما كنت نقول ليها الله يسمح لي غا نبات عنده صاحبتي اللي كانت عندي وحدة وقرات معايا ودهو جات ورجلها كان في بره وانا كنت نقول لماما قديم يمشي عند فلانا انجليس معاها وما كانت تقلب من مورايا وكي نزيد نطمئنة تقول صاحبتي صفت المساج للماما وقلي لها هيا فلانا غاديت بات معايا هذا الشيء يقع صراحة بعد المرات حتى حاجة أغلبية الأوقات كنت كان بقى معاه وكي نقول للماما انا مشيت عند عمتي انا مشيت عند طنتي الله يسمح لي كل مره وشان كذب عليها وحتى الشيء كانت تقفية لا تقلب من مورايا في المجاة كانت تلقى وعيش معاه الحب والغرام حتى كانت تحت لي فكرة انا يقلب ليه في التليفون جاله وانا نلقتي ذوي مع البنات ما هذا الشيء؟ نعرفكم ولا نبي بخير معايا وانا أنا كما نريك انتي تقسمتها المرة الأولى المرة التانية ولم أدويت معايا 15 اليوم ويحزرني وعادتها ويحلف لي أنا كما نريك انتي وانا نريك انتي منذك نريك انت ثلاثين على العلاقات ها نحن بحالك يجبني أن يتعلم في أحدهم سأقول أنه سأتفلي عنها وأنني أقوم بقلبي عليه أو أتلقي مع هذه الماء أو أني أمني عادي وأنني أتحدث عنه مرحبا كذلك عندما يقول لأي راسي أنه أنا معي ثلاث سنين وأنني أعرف بشكل شيء وأنني أتفلي وأنني أحضر بشكل شيء وأنني أتفلي وأنني أجري بشكل شيء أمشى سأتحى فكرة جاه النامية هو فاشمشا كل مرة يسولني وجلسك الدورة الشهرية سنكذب عليه ونقول لي لما جاتنيش باش نشوف ردة الفعل ديالو فعلا داست ثلاث ايام وصفت له واشمسالي بغيت ندوي معك قال لي نسالي مع الزوج نخرج ونصوني ليك صوني لي وقلت له رابلي انا وما جاتنيش الدورة ديالي هذي 15 اليوم شو غادي ندير دابا وانتي فين كنت احد تفكرتي لا رمطح في بالي ولو افلان عشي شنو غتديري غاتمشي عن طريب غدا الصباح بكري واخا انا غادي نمشي ولكن رخصني فلوس باش نمشي الفلوس اللي عطت كفين هما ووراني خسرته هم راك عارف انا غادي نصفت الكتابة الف درهم وصيري عن الطبيب وصل الليل وباليس كنفكر شنو غادي نقول ليه قلت عفتي شنو كذبت كذبت غادي ناخدوك الفلوس ونقول لي رمكينوالو شو يا قلت باللاتي انا اصلا دخلت في الكذبة اجي نتبعها ونشوف شنو اخرتها الليل كله وانا تنفكر شنو غادي ندير شنو غادي ندير وكيفاش علما انني عارفة باللي انه مغيقلبش من المورايا واذا اجاب الله قال لي يا صوري الوراق والتحاليل كيفاش غادي ندير لهذه المصيبة ولا عطي شنو الليل هاليها خرج معد سعود وديك ساحكان رمضان تحت يا الصباح Whom وم وقلت ا venir完ده علىرة غدا اعتقد شنو غادي ندير الباب ذا سأذهب لأحد صاحبتي التي تعمل في الكلينيك سأذهب للمشاهدة لأنني أذهب إلى الكلينيك كما لدي أحد طبيب سأذهب و سلمت عليها و معاك أن أعرف الكنسلطات و تفاصيل التحاليل إلى مآخر فأذهب لأحد مرتخالي و أراجبها لم يكن لديها و لم يكن لديها الضورة و لم يكن لديها الثورة قلت لي أن تستطيع أن تكون حاملة أعيدت عليها أن أخذ لها موعد عن الطبيب سوئت على الأتمين و أعطتني المعلومات كلها و قلت لها بلتي ندوي لها قلت لها فإن الاستخدام و قلت لتحصل في الغرفة و قلت لديه فكرة أن نظر في هذه الغرفة و قلت لديها قليل أخذت لك أي تصورة لم يكن لديها قلت لك أن أخذ الكثير من الصافي و قلت لك أن تقوم معكم و قلت لها تفاصيل عليها و قلت لك لك انتخذ لها موعد قلت لتي حلقة سأذهب لها مراهة و قلت لعمها قلت لك أن تنتقني في علاقاتي و لعبت الضوار جيدا و عشته و هذا الطبيب سيكتب لي الورقة لكي أدخل المستعجلات مع شئ دوايات و يدخل لي الأكسجين فعلا قمت بإضافة الورقة و أضعت الورقة لكي أحد رسل و أطلبت أحد البنية صغيرة و أعفك صوريني و أخرجت في حالي و هنا لقد وجدت واحد دليل لكي أقني أكثر إذا جاء الله أطلبوا لي و أدخلت إلى الدار مع الزوج و أخلت إلى الأربعة و قلت لك إليك تخرج من الدار لكي أخذ نطاع في الكلام حتى تمت بقيت أكثر صافي أنا سنحن نطب الموضوع و قالت له و تصدم يقول لي كيف يكفي هذا الشيء و ليس قطعت أنك تكون في تحييده و كيف سنحيضه و ليس قطعتها حتى تكون أمولانا لا لا أنا أنا في الوقت كيف يكفي و لست قد كيف تشيده و قلبي على طريقة أي يمكن قلت له يوان تزوجه لا أنا لا أنا زالي لمستعج و لن أريد أن تكون الأخبار أمي فيها السكر وضروري أن يتلقى الحل قلت لديها قدرتك الأخيرة وقتعت عليها أبدأك يصونعني ويومين ما تنجاوبوش أنا بنا كانت أفكر ناري شنو هذي كذبة اللي حصلت فيها عراسي جاوبتو على المكالمات ديالو وطلبني أنه سري قلبي في انتحيدي ذاك شي أنا غدا نصفت لك الفلوس يواجه نزوجو يكنا سنبغو بعضيات نفلان وأنا بستعدان أن نبدأ معك حتى من تحت الصيفر أرفض الفكرة وقال لي المستوى ديالي وانت ما ترضيش بأي حاجة أمك أصلا ما غادي شبغيني وبدأك يعتني في الأعذار وراهد شيء إلا وصل الخدمتي غادي يخرجوني يجريب عليها ونجيي لإنجليس حداك وشال شيء اللي بغيتي قلت لي صافي اوخا غادي نحيضه قال لي هشون تدري بشعر في واش كين شي حل لديك إجهاض صونيت عليها لغد لي وقلت لاني لقيت واحد سيدة القاتلية طبيب ليدوها معايا وقال لي مليون ونصف قال لي مشكلة الفلوس كيف هش وتمنين غادي تجيبون وما عندكش لما تشيسوكك في الفلوس أنا غادي ندبر عليهم راني بغيت غير نوقف معاك ولكن ما غاديش يتلقوني في الخدمة حيتي الله جيت من الكنجي المهم غدا غادي نصفت لك الفلوس وسرق ضغارة دراني يعني غادي نصفت للك المبلغ لقسمه لي على ثلاثة قلت مع راسي شوف بنادم عطيه نيتي وغير كدت تفلى عليها ودابة لطلع من تحت راسه ولكن والله تعبرت عليه بشي تتعلم أنه يضحك عليها تحكي عليها الأول ولكن هذا الثاني لا تجعله أنه يديرها بيها شديت الفلوس وذلك أنا فكرنا لقد قلت لي أنا غادي نمشي مع السبعة دي الصباح ومثلت عليها بكيت وخليت سويتي يقل فيم اللي درت له وهو خايف وغير تسويل وش وصلتي وما تخافي شو أنا معك ذاك النهار صديت التليفون وما شعلته الثلاثة دي الليل قلت لنعذبوا ونندموا على حياتي ولا شتحكي عليها شعلت التليفون ما لكي نواق عليك وكنت قلت لنموت بالخلعة وما عرفش منها وراني ما عرفش من النظر قلت لأني خرجت ضيخة وقدتني صاحبتي لدارهم ياك دا بكل شي باخير لا لا الحمد لله هو يدير أحمد لله بادة قلت لأي ياه والله تعبرت عليك قلت لأي طبيب قال لي واحد دواء خاصني ضروري انتوضى به ياوخودي ورماديك فلوس كيف حال ذلك؟ 300 درهم أنا أصلاً قلت لفارماسوس وقلت على شي غسول للمرأة لأولدات وقلت لأي زوج دوايات ونطورتهم له دي ما كان خلي هذه الليلة مرايبة باش أنه يزيد تيقني أنا قلت صافي هذه الليلة خرالية معاه ومعمر يبقى اندوي معاه دي السمانة من المرأة قلت لها درامة بيناتنا وطمئن حتولت بخير أنا برد داخليا وحسيت أني قمت منه واشبت باب الأول المهم أني بردت وما بقيتش حسيت براسي أني شمدت من طرفين أرجع معايا وطلب مني سماحة وأنا ما زال ما عنديش وباقي صغير ويلا بادي وصبري معايا وراني ناوين تزوج بيك وتنبغيك وديك تخربك كامل هرجعنا تندوي وغالي نصافر ويومين أنا دوك الفلوس خليتهم كلهم ذهب في الدار كنقول لهم ذلك الذهب اللي أنا هو غير جالوق وزع ما غير نشلل وصف ماشي حقيقي باش أنا هو ميسورني أنا ما بخش كنتتوق لي ولا هو اللي تابعني وأنا قلت مع راسي ذلك الشيء اللي بغيت نعرفه راني عرفته وهذا خينة ما منوش وغير تدوز بي الوقت وهو أصلا تعرف بناس وحد آخرين قلت أجل نعطيهم مهلة أخيرة ونشوف ذات فيزبوك وحد آخر سندوي معا فيه على أساس أنني وحد آخر ورقيتهم بأنه باقي هو هو وما عمره وما غير تزوج بي فبدأت أن أستغل لوجوده كل مرة تنقول لي صفتي 500 درام خاصني هذي وما بقيت كنا نعقل عليه دوس معي 6 سنين فيها كنا نفاهمين ودير لي الخطر ولكن ديما تنقول حتى الامتاء ضروري هذا الشيء خاصه يتحبس ويتتوج بشي حاجة لي هي دي الحلال سنقوله واحد النهار إذا بغتي تزوج بي أغاني بضوم السفر وراضي أنني يعيش معك فش ممكان وش أنت بغيتي قال لي يا رانيا أنا ما زال ما مستعدش وراني هذرت معك فضل الموضوع وعندي بزادة الحواج اللي بغيت نوصل لهم قبل الزواج قلت لي عمرك بقيت معي وردتوني عليها وانساني بحيل عمرك تؤتي معي سديت معاه ورغم أنني كنت كان نموت عليه لكن فش قلت لي هذه الهذرة خرجته من قلبي ببساطة وما بكيت عليه ولا حتى شيء على الأقل ذاك الشيء اللي هذرت لي مزيانة فيه لأنا وانيته كانت خيبة بلوكيته ومسحت أي حاجة معلقاني به سمعه ست سنين وأبقاش فيه الحال أنا اليوم في عمر 28 سنة كانت منظم الله أنه يسمح لي على الفلوس اللي اديت له لكن ما عرفش على جدت بحالها كام واشنطقمت منه هو قبله من الأخر أو من راسي الله يعلم كيبقى فيه الحال فاش كنشوف ماما لأنه خنت اتقا ديالها وضيع تراصي مع إنسان ما كيستهلش ونويت مع غير الخير هذه هي كانت حكايةي وهذه هي كانت حكاية ثرانيا يا سادة يا كرام صراحة أنا لست فخورة بهذه القصة لأنه من البداية ديالها ما كانش هي ذيك كنت قلت لكم في بداية الحلقة لأنه بعد المرات كان أعطيه فرصة وحد ذلك تكون خاطئة وقد أعطينا في بزاف ديال الطرق لهم خاطئين لو كان رانيا في الأول ولو أنه اللام أو الكف من الشيطان لكن لو كان من الأول ما كانش أعطيه فرصة لذلك ولو خرجت معه ما كانش أعطيه لتوصل لها شي كامل لأنه بحيلة في تحليه واحد المجال أنها دخلت في علاقة مع إنسان واحد آخر وللقى هو باب مفتوح خسنا حافظونا نحبو نفسنا خسنا نحبو نفسنا وما نرخصوهاش وما نعطوهاش لأي واحد شو واحد تنبغيوه خسنا نشوفو ربي هو الأول وخنكونو تنحماقو عليه نشوفو ربي شو تقول في هذه العلاقة لأنه ربي تعالى ما عاطناش رخصة في العلاقات لغير الحلال أو لغير المشروعي لأنه هذا هي النهاية ديالهم الأخير كتخسر نفسك وواحد الإنسان تخسر نفسه تخسر طاقة دياله وجود دياله لكن ضياح في ضياح في ضياح ربي ما حرم حتى شي حاجة إلا وعندها بزاف ديال النقاط لغير الضارة لنفسنا كانت تمنى الله تعالى أنه يخفر لك وتكون هذه آخر جربة من ذلك الشيري تكون بداية جديدة إن شاء الله تديها فرصك شوف كيف ستخدمي على حساب ما قلت الياب لأنه قيمة حاليا تخدمي تشوف كيف ستعمري وقتك وتناشي ولد الناس اللي غادي يقبل عليك كيف مماتي الحب بالمقابل الزواج هو واحد الإحساس صراحة جميل جدا ولكن يبقى كي يجرك ويدك لشي حويجي إذا لم تتوجد بالحلال ومتوجد بالتحلال ومتوجد بالتحلال فهمت الرسالة من هذه القصة لا يغرركم العلاقات لا يغرركم الحب ومتطور لما آخره لأنه تشوف الأخير تتركبينه نفسك إذا لم تكن حلال على الأقل إذا كان ربي يبغيها لكم ومقدر عليك لما آخره وكانت حلال لن تجد شعر لأنه عضوان محلال لكن فاش ما كتكونش في إطار الزواج كتتعدى بأكثر وتيكون بزاف ديالتمرحيل في الحياة ديالإنسان فضمتوا في رعاية الله وحفظي حبوا نفسكم تصلى الله وفريوسكم ونتلقوا بتغضي إن شاء الله سلام سلام